دكتور رد الشيخ علي القراني على سؤال وجهة إليه من أحد المتابعين حول رأيه برئيس الحكومة السابق السيد عدل عبد المهدي فكان هذا رده وجوابه يسأل الله عن رأيك بعدل عبد المهدي حمي هذا هو رأيه أنه أفضل من حكم العراق وبعد الإمام علي والإمام الحسن سلام الله عليه من اللي حكمه حكمه بني عمية وبني العباس والعثمانيين والبعثيين وحكمه كم واحد من ربعنا هذا أفضله ثم ماذا ثم ماذا وبعدين هذا رأيه خالفتني خالفني لكنه لسه ابني حجيب أمره ما أولى وأقول أن أفضل يد أنزه يد حكمة العراق بعد علي والحسن سلام الله عليه يد عدل عبد المهدي وأقول أن أفضل يد أنزه يد حكمة العراق بعد علي والحسن سلام الله عليه يد عدل عبد المهدي يد نظيف نزيها وعند هذا الطرح لإنقاذ العراق لسه قلت الآن وبكرة أترك لك الطعليق دكتور أنا ما أريد أحكي ولكم سؤال يا ناس اليمام الحجة وين راح السيد الخميني وين راح ولكم سؤال أسألكم سؤال أسألكم يا ناس إذا يطلع الأخ بعمامة رسول الله ما تسمى عمامة رسول الله يقول أن عادل عبد المهدي أنزه واحد وأعدل واحد من علي بن أبي طالب لحد الآن حطوها إليه يا ناس يا أهل الغيرة يا أهل الرحام ولكم سؤال أسألكم ولكم العراق انباع بعهده وداعتكم لا وزارة ظلت ما انباعت لا مدير عام ما انباع لا شرط ما انباع لا ترقية ما انباعت ولكم عمي عمي إذا أنت تطلع هيكي تحتي تقول هذا من زمن علي بناء بطالب لحد الآن ماكو بعد هالته ولكم الحسين تاياوين راح الإمام الحجة ما هو القائد والعام القائد الآن معادل يعني يا أخوية يا أخوية والله معتاج لك المتم من أبو عادي الشيباني هذا الدجال أبو علي بس سؤال كلها جنت تصورها تحتيها بس هيك كلمة ما جنت تصورها تحتيها انت سؤال أسألك سؤال أسألك بذمتك بذمتك اللي مش الامريكا البريطانية وقعوا يام الاحتلال العراق يكون عادل مثل عدالة علي بناء بي طالب شنه اللي يسوا جوع وخزينة فاضية ونفط للأكرات شنه اللي يسوا يعني شفت قضيتك ومصلحتك الشخصية ومصلحة الامام الحجة وين راحت مصلحة الدين وين راحت مصلحة الدين ومشرتك في القليل وعاوة youtube وenza